السلام كبيدات لبس عليكم بخير كتمنى تكونوا على خير و بخير تحر حديركم بزيانة اليوم ان شاء الله جيت بموضوع جديد كتمنى تكونوا بخير و على خير كبيدات لا تنسوا ليش واحد لايك زوين بحالكم و لا تنسوا عليكم تبارتاجوا الفيديو مع أثيقات ديكم باش ينتشر شكرا لكم بزاف المهم اليوم جيت نظر لكم على الناس اللي قد تعصب بزاف و قد ترد لقلبها بحل هي اللي غادي تعيش في الدنيا ديما تشوفوك بذات هذا الفيديو خاص لكم تمام الحبيبات ديالي إلا بغيتي تعيشي مرتاحة وتعيشي باخر في الدنيا هذي تعلمي أنك تكوني هبيلة إلا تقول ليك كيف تهبيلة غادي نقول لك أهلا بغيتي تعيشي مزيان وتعيشي مرتاحة وتعيشي باخر خاصك تكوني هبيلة ماشي أي حاجة أنك تحكري فيها ماشي أي حاجة أنك تريلع سفر رويضة ماشي أي حاجة أنك تتعصب عليها حاولي تتلقي حاولي كما قلت لكم حاولي تكوني هبيلة حاولي تدري راسك ما كتفهميش وخان تيارك كتطياريها في السماء وخان تكوني تيارك ما كيش لفرق بينك وبين وبين المخابرات ولكن إلا بغيتي تعيشي مرتاحة في الدنيا والله العادم إلا يريد التراث كبيلة وما كتفهميش وبمكلخة بحق الله العادم إلا كتعيشي مرتاحة وفي نفس الوقت للناس اللي ضيران بك كتعرفيهم على حقيقتهم كتعرفي الزوين من الخيب وكتعرفي بندم اللي كي يضحكي لك وكتعرفي بندم اللي غادي معك بالنية من كتدري راسك هبيلة بزف ديال الحوائج كي بنولك وبزف ديال الحوائج كي تضحولك عملك انتي دايرة راسك بأنك مطورة وبأنك كتفق عليها في السماء وبأنك عايقة وفايقة والله العادم إلا تعيشي مرتاحة غادي تعيشي حياتك كاملة وانتي هيك تقلب مورك هتعيشي حياتك كاملة وفي نفس الوقت اللي دايران بك كي شادي نقول لكم غادي نافقوك غادي نافقوك لحقاش عارفينك غادي تطيريهم في السماء فلي هدا أختي حاولي تنشي حاولي تدرسك ما كتفهميش كما كنقولو حنايا حاولي تدرسك بأنك ما كتعرفي حتى شي حالا وحاولي أنك تكسبي صحتك هاتشي كنقولو مشي على شي حاجة أخرى عليك انتي يا أختي عليك انتي باش انتي تربي صحاديالك باش انتي تشدي صحاديالك وتربي ولداتك يا هي لا تعصبتي لها Äختي وأتقولي لي بأن الدنيا مبقاك سهلة او لا استرائب ومنتا فقى معاك مت تحترح اصب ten اعصاب وكان talked and Code حتى الانتا حتى لا متى انتي عادقى عتقى تعصب ليemos حتى الانتا انتا عادقى تعدليل قلبك حتى الا متى انت أسبقى اللي بغاء الله هي اللي كاينا حاولو تعيشوه النهارو بنهارو والله لعبني متعاودوش اخططوه AMD هذيك الفكرة بانك تقولو لي اللي خاصنا نخططوه المستقبل خاصنا نديروهادي خاصنا نسمعوه ونديروهادي واش عارفتي راسك بانكي هذي تبقى عايشة حتى هذيك الوقت اللي انت اخططيليه تشغل من وحده كان عرفها حرمت راسها مالبسات مكلا تفكرشها ما عش تحياتها ما تسارت ما صافرت ودجمع باش تضير الدار ودجمع باش تفرشها ودجمع باش مش حال شحال من حاجة وتلقاهيها هيا مسكينها مرهفر راحة تراسها بشي حاجة وشرت راسها شي حاجة وش اختي انتي وديت عيش احتل لذيك الوقت لمن غ تخلي ذك الشي لمن دخلنا عليك بالله الى مرتي ولا طحت لك صحتك واش غادي يعقل عليك شو واحد واش غادي يعقل عليك شو واحد واش ش..شنو غايخسر عليك الزك نهار يومان وفلاخر غا تبقي تلاوحي مبيل يدين وفلاخر غا قوي هربوا عليك ها؟ ها؟ لك سعاد تبقي عالتبكي علم ان هتبكي ديك سهل هتبكي على الفلوس الي جمعتين؟ هتبكي على صحتك هتبكي على صحة ديالك احقاش صحة الامشات ما كتتتوتش لب فلوس ولب اي حاجة ما كتتتوتش فليهذا اختي اديها في صحتك وعيشي النهار بنهاره كولي متحرميش راسك وشربي ولبسي ومولهربي والله لبكتي كتفقتي حتى انا كنت هكذاك كنقول لا انا غيكاريا وخاسني ندير الدار وخاسني ندير وخاسني ندير واش عارفت راسي انا غادي نعيش حتى لذلك الوقت ندير الدار وكنت مريضة انا استمتع بها ما غاستمتع بها لما نعيش حياتي نعيش حياتي ننتبرع نهار لي داز ما كتلقيش خوه واش البارح هو اليوم واليوم هو غدا ان شاء الله الى صبحنا وليها دختي متحرميش راسك متحرميش راسك كتكت حمل وحده اعرفتها مسكينة وحده مبقات كتجمعت كتحلم انا ها تدير فيلا ونهار لي دارتها مرضات مالقعت حتى بش تشري الدوة اه.. مالقعت حتى بش تشري دوة راسها الفلوس اللي جمعت كلها حطتهم في الفيلا يو اقولوا لي باش نفعت هذهك الفيلا اللي شدقنت فيها باش نفعتها ما صيبتش حتى سنانا ما صيبتش حتى ما لبستت حتى كيف الناس ما عاشتش وخدك شي بسيط ما يقولكش أناكي خسريه لراسك وتقولي أنا ما عنديش عرافتك ما عندكش ويهدك شي بسيط ما تحرميش راسك ما تحرميش راسك أختي عجبتك شي حاجة أختي شري هذيك شي اللي جمعتي وعجبتك أنت راسك أختي كافي راسك شجعي راسك واش ما كتعرفلش أنا بنا تفشوشو يا راسكو واش دي ما كتسنى أن الشيح دولي يشري لك ويقول لك هاكي قادو عالش أختي ما تشريش القادو راسك وتفرحي راسك وتقولي اليومة حال دباليومة عاد قولي اليومة إلى سالة الشغل بكري أنا شري الراسي قادو في المتال انتي بينكو بالراسك فاش تدري هذه الحاجة أنا أقول لكم متالا مين تدري هذه الحاجة أختي اللي انتي يا بغا تدريها شري كافي راسك أختي كافي راسك وخرجي أختي واشري لك أختي قادو شي حاجة أختي كتعجبك شي حاجة أعزي ذلك وكافي لي أختي راسك عالش أختي هتحرمي لي راسك ديما تسنى وحنا يشي حداد يشري لنا وشي حد تسنى واتي شري لنا قادو تسنى وحتى آي تفكرنا يشري لنا قادو عالش أختي ما تفرحي شراسك عالش أختي ما تشري شر قادو راسك عالش أختي ما تكافيي شراسك طلوا في راسكم البنات وكفؤوا راسكم طلوا في راسكم عيشوا حياتكم ونسوا عليها الهم ونسوا عليها الغم ونسوا ونسوا كل شي عرفتش اختي راسك مش هتيعيشي الغداء ولا ما تعيشيش تعصبت على واحد الحاجة بقاع نقولوا شي حاجة بالصح قاستك بزاف قاستك وضراتك في قلبك ما تفوتش فيها اختي نهار ديال الحزن سوف يغدب ديسفحة جديدة حالي ما كينوالو ماشي تبقي الي اختي سيمالو انتي اختي قتفكري وعله شوادي وعله شوهناش وعله شوهناش لا اختي صافي نهار نقولوا احنا يا هذك المشكل عندك كان كبير عما لا كانت حاجة بصية ما تفوتش اختي ساعة تفوتش ساعة لتعصب على اليوم بالاخر اختيق البيت طبلة صافي صافي يا اختي بدي صفحة جديدة صافي نحقشت لي ما ديماش العمرتي جري واش انتي هي دير شحل هذي لا حيش اختي حياتك ما عرفتش اختي راسك واش غادي تعيش يا اختي الغدال وما تعيشيش تبرعي انا هاتشي كنقوله لحقش بزاف دي للعيالات وخصوصا دابا من كورونا دابا واش ما حسيتوش هالبنات بانكم كتحسوا براتكم مصبين كتحسوا براتكم بانكم ستريسين بزاف بانكم مبقاش الخاطر علاش اختي هلاش علاش اختي عجب خانان ستريسة عجب خانت تعصب اختي موصلش لواحد الحاجة اللي هلا في نوصلها ومعين انا بخير ومعين انا بزيان الحمد لله قدرني اتشي حاجة الحمد لله سحتى يالولا الخيف يا نفس اختي ونرتاح ونقلت اختي واحد ساعة معارضتي ونقولها الحمد لله مره اخر اختي و تصدق لي مش مشكل مش مشكل اختي لاش اختي غادي تعصب لاش اختي غا تزيلهم لاش اختي لاش ما وصلت ما قديتش اختي ما عندك اختي قدي بدك شي اللي عندك صافي قد اجب شي لحيك الحمد لله الملك الحمد تعلموا تكون عندكم القناة دب المشكلة هات شي كامل لكو نشوف في السجن الميديا ونشوفون البناز ونشوفون عرف هذا شي مطيقوش مطيقوش البناز حيش علاقتكم عرف هذا شي كي مظاهر مظاهر فمظاهر حيش علاقتكم والمهم انكم تكونوا قانعين والحمد لله وانك تكون مرتاحة فصحتك بلا ما تبقيت تعصبي وتعلموا أنكم تكونوا أنت وتعلموا أن الأبنات تكونوا إنانين مع راسكم شوية وتعلموا أنكم تحترموا راسكم أنك قلت يمسي وأن أحضر أحد لحده وكيف تنسي لي معدوك تقولي اي اوه عقص ما درتهاش هكذا تتعلمي انك ما تحترمي راسك اولا نقطة قلت لراسك اني سأدير هذه الحاجة سأديريها هكذا تتعلمي تحترمي راسك وتقدري راسك ووحد الحاجة سنقولها لكم إذا لم أحترمي انت راسك وقدرت انت راسك لا يوجد شيء سيعطيك الهترة وفجة ستكون انتية قيمة وعطية لاشان دي نقول لك احترام الراسك وطيقة في راسك الناس كلها اكيد ان الناس كلها ستعطيك الهترة سيكون شيء جيد منك قلت لهم يقولون لش انا لم أحترمي لاحقش انتي اختي ما محترمش راسك لاحقش انتي ما طيقش في راسك لاحقش انتي ما عطيش قيمة راسك ذاك شيء لش الناس كيشوفو كما انتي كتشوفيها راسك وش فهمتوني يا البنات فهمتوني ولهذا اختي اعطي راسك هو اللوغن تنوضي الصفح وصلي لي اختي وجهك وصلي لي اختي وجهك وصلي قدي لي وجهك قدي لي وجهك وعد نوضي اختي ديري لي اشقق مع راسك الحقاشمي كتدوزي قدام المرأة وكتشوفيها راسك يعجبك وكتعطيكو حتى قف راسك وكتحسي براسك بانك يزوين وكتحسي براسك بانك ممكنش بحالك وكتبدي لينها راسك وكتنوضي لي اختي من الناس كتنوضي الناس هالذيك الكوزيلة مطي مغمضاعين وحلاعين طيب دير فعل مايكتنسالي واتمشيتش تدرك انتي اختي مقضي تراسك ملبستي مبتلتي حويجك موالك قلستي هكذا كيفاش بغيتي الشخص الاخر انه يعطيك قيمة ويقدرك ويعطيك واحد يعني واحد المكانه موالك قلستي معطيها شراسك تبدأت محدد المريمك تدوري وجهك ما عاجبك شراسك ويبغيتي الشخص الاخر يبغيك مهمة البنات انا متنقللش منكم انا كلكم زوين كلكم عندكم تتقاف راسكم مغيه ماكتعرفوش انها انكم تطبقوها لبنات ولهذا كنقول لكم ما تدوهاش فالباشر اللي قل فيك اختيشي حاجة خليه منه مولاه ولكن اختيل اقلب عليك وجهك فاصة اعطيه علاش كي اقلب حقاش الدنيا خسيرة مبقتها وحتي حشم ولكن كما كنت لكم ديري راسك هبيله باش انتي تكسبي صحة ديالك باش انتي تحسي براسك مزيانة وبصحة ديالك وربحتي صحة ديالك وما تقارنوش راسكم عاشي حدا، اخر كوني انتي وبغي راسك وما تحرميش أختي راسك عيشي لي الحياة الحياة من أختي كان عيشوها مرة وحدة في الحياة ما كان عيشوها الجز مرات ولهذا اختي اعطي اي حاجة أختي بغيتية ديريها أختي ديريها ديريها اختي بقتري راسك كما الذي قطretched لكم ما معجابتك شي حاجة اختي نجريها على راسك فرحي براسك مكتش تقول لي ما نسشريهاش وidad full time اختي فرحي راسك شدرتي واحد من نهار اختي كنتي ناشطة وادي بغتي تكافئي راسك و تشير راسك كادو اختي تشير راسك كادو اختي تكافئيها اينا تتعلم جاء البنات بحلالك اغلالي لعيشوا مرتاحين وتعيشوا هانين والله المهم هذا الفيديو انا جيت غير باش نعطيكم افتاقة الايجابية و جيت باش نقول لكم نوضو 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 من الفراش و نوضو من التفكير لا تبقى ولا تفكروا اينا ترى والله العظيم الى الدنيا مده يماش الدنيا مي عيشوا حياتكم و نسولها و نسولها و ننخلي ذلك الشي الله سبحانه وتعالى ربي راح قد باي واحد أتعيي ما تخططي تخططي راح ذلك الشي اللي كتابعليك راح هو هو اللي غادي يطرا و فله هذا تعلي كل الشي الله سبحانه وتعالى و يضعي وشي فيش كتخلي هذك شي الله سبحانه وتعالى كتبولي ربي وكلت أمر إليه والله العادم الله ربي كي يسترليك الأمور وكي وقف معاك وربي كبير الحمد لله وشكر الله وان هذي كنقول لك أختي نضي بركة متشكير نضي بركة من لغم ونضي بركة من الفقصة نضي أختي نضي نضي أختي فرحي براسك كنقول لك شحمل وحدا بالله شحمل وحدا أنها جمعت الفلوس وماتت وخلت إليك شي كتبرع بها أراكم عارفين ولهذا أختي عيش أحياتك عيش أحياتك عيش أحياتك وبركة متفكير بكم التخمام أردت حاجة ما دائمة المهم هذا هو الفيديو دي اليوم كنتمنين لإعجاب ديالكم شكرا لكم بزاف كان بغيكم وكان حمق عليكم قلب كبير لكم تلو اللي فرصكم تنسونيش واحد لايك زوين بحالكم إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش أنكم تديروا الشتراك البنات عافكم عافكم تديروا لي يا ذاك الجارس ما تديروا الشتراك بزاف ديال البنات تديري لي الشتراك وما تديرينش يا ذاك الجارس لها الفيديوهات التالية ما كيوصلكم شكرا لكم بزاف 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 تلو اللي فرصكم تلقوا إن شاء الله فيديو جاي ما سلامه